قالت جريدة الوفيقار الفرنسية إن أكثر من عشرة السفراء والديبلوماسيين فرنسيين يعملون في الشرق الأوسط والمغرب العربي وقعوا على مذكرة جماعية تحمل مواصفات الانشقاق بخصوص موقف فرنسا من الوضع في الشرق الأوسط الصحيفة في حديثها عن الخطوة التي وصفتها بغير المسبوقة في تاريخ الدبلوماسية الفرنسية بالعالم العربي أكدت نقلا عن دبلوماسي فرنسي أن المذكرة جاء فيها أن موقف باريس في بداية الأزمة ليس مفهوما في الشرق الأوسط ويشكل قطيعة مع موقفها التقليدي المتوازن بين الفلسطينيين والإسرائيليين وفق تعبيرها كما كشفت الصحيفة نقلا عن دبلوماسي فرنسي اطلع على المذكرة أن بلاده تتهم أحيانا في بعض الدول العربية بأنها متواطئة في أعمال الإبادة التي تقوم بها إسرائيل وقد وصلت النقمة عليها إلى حد تهديد أحد الصفراء الفرنسيين العاملين في المنطقة بالقتل حسبها